بعدما كان الحديث عن العوامل المسببة للحرائق هي عوامل طبيعية ارتفاع درجات الحرارة تباس كهربائي بيتنا اليوم نتحدث عن أمور مفتعلات تعزى إلى ما يعرف بحرب التجار لضرب الاقتصاد كما يلمح مراقبون نسبة القيار أو الاحتمال الأخير في هذه الحراق التي نشهدها بشكل يومي قرب بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناة التغيير يعني مع الأسف يوميا تظهر لنا نوع جديد من قواعد الصراعات وقواعد الاشتباك ما بين التجار مرة ومرة مع السياسيين ومرة مع جهات مختلفة يعني تحقيق ثم تحقيق ثم تحقيق ثم نتائج التحقيق تماس كهربائي وبالتالي من أمن العقاب ساء الأدب لا يمكن الذهاب باتجاه اعتبار كل ما يحصل الآن هو بسبب تماس كهربائي لأننا حتى وإن كنا ليس ضمن الاختصاص لكن نرى أن الأماكن التي يحدث فيها هذا الحريق ولا يمكن أن يذهب باتجاه تماس كهربائي ومن ثم يحدث هذا الحريق الهائل جميع ما حصل يعني حقيقة خلال هذه الفترة وحتى في فترات سابقة كانت هناك حالات نرى أن هناك ممكن أن يكون تماس كهربائي حصل وبالتالي أدى إلى احتراق هذا المكان لكن اليوم نذهب باتجاه مناطق وأماكن مهمة كمستشفيات، كمحلات تجارية، كمولات هذا صاحب المحل أو صاحب المول أو صاحب المستشفى أكيد لديه نوع من الاهتمام بمكان الذي يملكه فبالتالي لن يذهب باتجاه يعني أن يكون هناك تماس كهربائي نتيجة خلل في الربط أو شيء أو أحد الأسلاك تسرب كهربائه ويدعه بدون إصلاح هذه الأمور أكيد هي نتيجة صراعات وتصفية حسابات ممكن أن تكون في بعضها صراعات أن هذه المستشفى قد أخذتها شركة وتتصارع عليها شركة أخرى وممكن أن يكون هذا المول أيضا وممكن أن يكون هذه البقعة الزراعية أو شيء من هذا القبيل أو جميع ما حصل خلال هذه الفترة فبالتالي حقيقة في نفس الوقت نذهب باتجاه فرضية أخرى اليوم العراق ينتظر ينتظر الاستثمار ينتظر الشركات ينتظر إحداث طفرة نوعية في مجال الاقتصاد والاستثمار الشركات تحتاج إلى أرضية آمنة خصبة وبالتالي المال يبحث عن أرضية آمنة لكي يستطيع أن يستثمر في أي بلد ومستقرة بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر